لحد النهاردة الصبح حد الصبح صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي في ايران يعني بيسبقونا بتلت ساعات يمكن يبدأ اول اشارات قالك اخيرا لقينا الحارة الساور قالك طلعنا مسايرات بتاعتنا ثم تركيا طلبوا الدعم التركي ثم روسيا تبعط طائرات ثم دول كتير تعرض على ايران نبعت لكم ونساعدكم تركيا قالوا ان احنا نبعت مسايرة من عندنا مسايرات من عندنا تحدد المكان الاطراق عندهم مسايرات الايرانيين قال لا احنا عندنا مسايرات بتاعتنا هنا تطلع طب تعمله ايه في الاخر نتكلم على رئيس ايران 16 ساعة لا احد لديه معلومة في كل العالم لا داخل ايران ولا خارج ايران ودول متعفزة ودول اخرى من بجر قالك من بجر على فكرة فيه دول وانا كنت بتابع الموضوع المبارح وبكتب على اكس على المنصة ما كنتش هوا مبارح كنا راجعين من سفر اه بقلنا خمس يام وهم لحظة كنا فين يعني كنا ما بين البرتغال وما بين كين وما بين نيس وما بين يعني هقول لكم وانا اشرح لكم الحكاية بعد شوية ولكن موضوع ربك العالم وربك العالم كل واحد بيقول فرضية اه وقالوا امريكا السبب عشان امريكا فرض عقوبات والطيارة طيارة بيل بيل متين واثناشر الامريكية وبالتالي قطع الغيار والصيانة هي السبب في وراء ان الرئيس طيارته يعني تسقط رئيس ايران ابراهيم رئيسي طبعا مسألة البحث والانقاذ وتوصل ولا لا ما توصلش طب انت بتعمل ايه طب عندكش اجهزة تحدد ولا لا يعني امسط قواعد رئيس بيتحرك بطيارة ومعاه طيارات مرافقة اكيد لازم يبقى فيه متابعة ليه فيه عملية تأمين ليه فيه غرف قيادة متابعة يعني وزيان بيقول كده ايران رئيس ايران مستهدف اكيد مستهدف والدول الايراني اكيد مستهدفة من اسرائيل اكيد يعني بغض النظر عن مين عمل او مين صح ولا لا هل تم سقطت بفعل فاعل ولا اسقطت بفعل فاعل ولا فيه تخريب او سقطت نتيجة للظروف الجوية حدش يعرف يعني ايران قالت سوء لحوال الجوية الظروف وناخد يعني المنح الايراني او الرواية الايرانية ولكن هناك ابعاد كثيرة وراء هذا الحادث وراء يعني مقتل رئيس ايران ومع وزير خارجيات ومعه يعني حادث ضخم هل احوال الجوية يعني عادة اسأل طيارين ويكون معانا بعد شوية لواء دكتور طيار هشام الحلبي ده رجل طيار ودايما ويمكن باسأل دايما الطيارين ولسه يمكن بنتكلم على الطيران من يومين يعني بشكل عام بشكل عام انه قائد الطيارة قبل ما بي لازم يشوف الطيارة ويطمئن على الطيارة والظروف الجوية برج المرأبة بيديله خط السير بتاعه بيحدد له لو عنده مشكلة على الطريق لو عنده مشكلة في الجو لو عنده مطبات لو عنده احوال جوية صعبة تاني لو عنده احوال جوية بيقول له عندك في المنطقة كذا على بعد كام كام كذا كام ميل الوقت ايه تطلع اكتر 200-300-400-500 متر عشان تتفادى اي مشكلة اي عواصف اي مشاكل طول الطريق في مراقبة جوية ده طارين العادي ما بالك بطارة رئيس طارة رئيس دي اللي هو المراقبة الجوية ما عندهش غيره هو الرئيس بيتابع الرئيس وطارة الرئيس واي مشكلة تتعرض لها طب عنده جبل ولا عنده جبال طب صح الطيار يعدي من منطقة جبلية ولا لا طب فيه كذا يعني والدنيا الدنيا كلها بتتابع يعني يعني احنا بنتكلم على مسارات بيطير في جو سيء بطارة رئيس يطير في هذا الوقت ولا لا ولا ياخد مسار اخر ولا يقوله لا اجيلوا الرحلة مثلا وهو بيحصل بالمناسبة لو فيه اي مشكلة في الطيارة ما تطيرش يعني سلامة اي رئيس هو اضمن لاي شيء ما تطيرش الطيارة تفضل قعدة شوية او نغير مسار الرحلة طبيعي ده اللي هو المراقبة الجواني بكلمكم حتى لو طيران مدني مش طائرة رئيس اي طيارة اي طيران في العالم ما بالك بقاء الطائرة يقود طائرة رئيس جمهورية ايران الاسلامية يعمل ايه الطيار يطلعوا خلاص على البركة كده الله مش فيه متابعة وفيه يعني غرفة عمليات وفيه يعني مسارات محددة اطير في المنطقة دي ولا ما طيرش ومعها طيارات تانية معها طيارتين كمان طب الطيارتين دول طاروا على نفس المسار ايه اللي حصل لهم وصلوا فيهم بعض الوزراء اللي كان مع رئيس ابراهيم رئيسي ونقدم خلص العزاء لا ايران والشعب الايراني طبعا لهم خلص العزاء طبعا بطبيعة الحال ويعني زي بقولكو فاجعة في ايران وزي بقول كده يعني نتمنى الخير لكل الدول شعايزين اي دولة بعمدها مشكلة ولا ازمات ولا اي شيء بالمناسبة يعني ولكن بتكلم على حدث ضخم ارتبك العالم كله مبارل حد النهاردة الصبح تم الاعلان رسميا انه اه الرئيس ابراهيم رئيسي وفاة الرئيس وفاة وزيري خارجية وفاة كل من كانوا على متن الطائرة كلهم ماتوا اللي كانوا على الطيارة الطيارة الرئاسية على متنسفهم كتير جدا مين ايه الحكاية ايه السبب هل الموضوع فيه هنا ولا هنا ما حتش يعرف ادي اخر ظهور رئيس ابراهيم رئيسي بالمناسبة الظهور ده ادي المكان اهو اللي هي الجو المنطقة اللي فيها جبال منطقة صعبة قدام حضراتكم ده اخر ظهور ليه كمّل يوسف لو سمع